السلام عليكم ورحمة الله هل ستنفجر السدود وهل ستحدث كارثة في أي دولة في العالم طبعا كانت هناك في السابق انفجارات سدود عدة ولكن ما حدث في ليبيا ما هو المشكل في ليبيا لم تكن هناك ربما صيانة دورية لهذا السد وفي الأصل هو سد ترابي وليس سد بالخورسانة فالمياه المتدفقة نحو السد كانت كبيرة ما أدت إلى انفجاره رغم أن السدين طبعا سد صغير وسد كبير نوعا ما حوالي تخزينهما 24 مليون متر مكعب فقط فكان لهما دور بعد المياه التي تدفقت من الأودية زادتها مياه السد طبعا ما أدى إلى فيضانات في دارنا فالسدود الترابية هي التي يمكن أن تنفجر بينما السدود المبنية بالخورسانة لا يمكن أن تنفجر إلا نادرا طبعا سدود الترابية تبنى على في هذا المكان الذي يبنى عليه الحاجز لا يوجد ضغط على ذلك المكان بطبيعة الحال في أسفل الحاجز لهذا قد يؤدي إلى تآكل ما تحت حاجز السد وقد يؤدي إلى انفجاره مستقبلا فالسدود المبنية بالخورسانة أو الإسمنت المسلحة طبعا الحاجز يضغط بقوة على المكان الذي بني عليه فمهما كانت المياه المحجوزة خلف الحاجز لا يؤدي إلى تآكل ما تحت الحاجز بسبب أو بفعل المياه الكبيرا السدود الخورسانية لا تنفجر وإنما السدود الترابية بطبيعة الحال في ليبيا كان السد ترابي والمياه كبيرة أدى إلى انفجاره فغلبته تلك المياه والسدود تحتاج إلى صيانة دورية وتفريغ المياه الزائدة مرارا وتكرارا طبعا حتى لا تحدث الكارثة طبعا السدود تستخدم لحماية المدن من الفيضانات وتستخدم للساقي والتزود بالمياه الصالحة للشرب طبعا وتوليد الطاقة الكهربائية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته